الأسواق النشاء أو نامية بتواجه ربما تكاليف تمويل أعلى هل إحنا بنتكلم أنه ربما ذلك يؤثر على أزمات ديون في بعض الدول؟ هل هذا أمر أكثر ترجيحاً في المرحلة القادمة؟ أكيد هيحصل تخفيض للتصنيف الاقتماني، أكيد يحصل ديون لأن أزمة الديون كمان خليها نبقى صحيحة هي من قبل تدعيات كورونا وهي موجودة جت أزمة كورونا اللي ابتدت أنها تجبر عديد من الحكومات أنها تزود من حجم أنفقها وابتدى ده كمان يزود من فاتورة المديونية على مستوى العالم وبالأخص بالنسبة لأقصادات النشأة والأقصادات النامية كمان مع الأزمة الحالية أكيد ده هيأثر بشكل واضح جداً على زيادة فاتورة المديونية لأن في الأول في الأخش الحكومات دي هي بتستدين علشان أنا أسف يعني يتوفر الأكل للشعوب على الغذاء للشعوب دي دلوقتي أنت شايف أسعار الغذاء ومعظم للأسف الشديد معظم اقصادات النامية والأخذة في النواة هي بتستود وبتستود سلع أساسية والاستراتيجية بالنسبة لها لما بنيجي نتكلم على الأمحة لما بنيجي نتكلم على مواد الخام بشكل عام دي كلها بالنسبة لها سلع أساسية فبالتالي عملية الاسترات هنا هو بيطلق عليه ما يعرف التضخم المستورت يعني التضخم المستورت يعني أنا أساساً للأسعار العالمية لهذه الثلع بتاعت إنها ترتفع ومن ثم أنا بشتري بأسعار مرتفعة فهي بتزود الأسعار في السوق المحلي وده اللي بتأثر بشكل كبير جداً أكيد على المدينة وبتأثر بعد كده طبعاً على مستوى معيشة المواطنين وعلى تكريف الإنتاج والأفراد وبالتالي دي كلها مشاكل كبيرة جداً بتبقى موجودة قبل ما أسأل حضرتك عن تعامل الأفراد في مثل هذه الموجات بشكل فردي بين المواطنين خلييني أسأل حضرتك أنه إحنا منتكلم عن زيادة في يناير 2022 77% في أسعار النفط مقارنة حتى بمستوها في ديسمبر 2020 إزاي أسعار النفط والطاقة بتأثر في أسعار المنتجات والسلع بتفاصيلها بقى حتى الخدمات المتعلقة بالشحن والنقل بالضبط هي أسعار الطاقة هي متحكم بشكل كبير جداً في عمليات الإنتاج والاستثمار متحكمة بشكل واضح في عمليات الشحن والتجارة الدولية ابتدائنا نشوف كمان الارتفاعات اللي يمكن كمان حتى تخطط راكم دولار يا حضريك بتكلم من ديسمبر لا خلينا كمان ناخد في بداية جائحة كورونا احنا كنا وصلنا بالنسبة لخام برنت اللي احنا بنتعام به ما يقوم من حوالي الـ 45 دولار ابتدائنا نشوف دلوقتي أن احنا خلاص يعني بنقارب المئة دولار للبقامية ده وضع صعب جداً مع زيادة أسعار الشحن ومع زيادة تكاليف الإنتاج ده هيقدي إلى زيادة أسعار السلع النهائية وبالتالي دي كلها هترقدي إلى ارتفاعات في معادات التدخم ومشكلة كمان أن حتى صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات بقت حتى بتطلق فكرة عدم اليقين يعني محدش قادر أن هو يتوقع حتى المؤسسات الدولية هو متى ينتهي هذا الأمر لأن كمان حتى المستجدات كلها للأسف الشديد بتضيف الأمر سوءاً يعني بتخلي أن لا خلاص الاتجاهات كلها راحة اتجاه زيادة في معدلات التدخم ومن هنا طبعاً مشكلة الدولة النمية ورية الاقتصادات النشاء اللي هي محملة بعديد من المشاكل والتحديات وكمان متوسط نصيب الفقد من الدخل بيبقى قليل مقارنة بالدولة الغنية فبالتالي التعامل مع مشكلة التدخم بتأثر بشكل مباشر على مسارات المعيشة على تفاع في معدلات الفق لأن الحكومات مهما ما قدرت تساعد ببرامج حماية اجتماعية مش هتقدر أن هي في النهاية تستكمل لفترات طويلة احنا شفنا مع بداية جائحة كورونا كان فيه هناك مساعدات لكن المساعدات دي هتفضل سنة اتنين تلاتة لكن مش هتقدر أن هي تفضل مستمرة على طول فيما يتعلق بالملاف الأوكراني الروسي خلاص احنا بدأنا نشوف عقوبات دولية أوروبية أمريكية منذ قليل أعلم بايدن عن حزمة من العقوبات أبير من أربع عقوبات على الداخل الروسي هي يعني بشكل أو بآخر عزل المنظومة المالية الروسية من التعاملات الغربية أو أي تعاملات بخارج نطاق الروسي بشكل أو بآخر ده غير العقوبات البريطانية والأوروبية المتعلقة ببضعة بنوك في تحليل بيقول أن هذه العقوبات يعني ليس بضرورة أن يؤثر على الداخل الروسي فقط ولكن من شأنه يؤثر على العالم كله كمان أو الضرر هيكون على العالم كله كمان تأثير ده على الموجة اللي بنعيشها دلوقتي من التطاق أنا هاربط الموضوع ده بالماضي القريب لما كان هناك حاربة جاية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفي الوقت ده مش الصين بس اللي تقصيت ولا الولايات المتحدة الأمريكية فقط اللي تقصيت ولكن الاقتصاد العالمي كله تقص نفس الوضع الوزن للنسبة للإقتصاد الروسي ليس بالقليل دولة زي ما حضريك زكرتي بتتحكم بشكل كبير جدا في إنتاج النفط في إنتاج الغاز الطبيعي واحدة من أهم الدول المنتجة للأمحة على مستوى العالم بنتحدث كمان عن دول كتيرة بتستفيد من السياحة الروسية من ضمنها مصر وبالتالي دي كلها معناها مع صب هذه العقوبات على الإقتصاد الروسي مش الإقتصاد الروسي بس هو اللي يتقصر لكن العالم ككل وبالأخص الاقتصادات النشعة اللي يمكن هناك علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع الجانب الروسي لأنه هو يمكن إحنا شفنا كمان يمكن روسيا خلال الفترة الماضية بتاريت تعود مرة أخرى للقارة الإفريقية هناك وعود بعديد من الاستثمارات حركة زيادة في معدلات التبادل التجاري دي كلها أمور أكيد أن هي هيحصل فيها تأثر سلبي نتيجة هذه الأزمة وبالتالي التأثير هنا هو مش هيبقى بس على جانب روسيا ولكن على كافة الدول اللي بتتعامل مع روسيا وبتعتبر روسيا بالنسبة لها شريك اقتصادي وشريك تجاري قبل خليني نقطة الأخيرة متعلقة بالتعامل للفرد الأسعار بتغلى ما بترجعش حتى لو موجود التضخم هيديت ما فيش حاجة بترخص دايما بيقولك ما فيش حاجة بترخص حاجة بتغلى بس إحنا في وضع بالعالم كله بيواجه السما الأبرز زي ما قلت فيما يتعلق بالتضخم الموجة دي تحديدا هي موجودة في كل مكان في العالم نصيحة حضرتك إيه لي الفرد في ظل إنه للأسف شديد إحنا ممكن الشهور القادمة هندخل كل مرة سوبر ماركت تقول بقالة نلاقي للأسعار زي طيب خلينا نقول طبعا في الحالة دي بيبقى فيما يعرف الوعي الاستهلاكي فكرة إن انت لازم تأتي بأولوياتك فكرة إن انت تبقى عايف أوجه الأنفاق بتاعتك لازم نهاية تذهب إلى الأساسيات فكرة السلع الكمالية أو الطرفية لابد إن انت تعيد حساباتك فيها لما حد بيسمع الكلام ده تمكن يقول لأ ما احنا ما بقيناش لأ حضرتك ما هو الموبايل ده بالنسبة لنا سلعة كمالية غيرها من الأجهزة الكمالية ممكن تكون سلعة كمالية أنا بتكلم على سلعة أساسية بتكلم على الغذاء بتكلم على الدواء دي سلعة أساسية سلعة لا يمكن الاستغناء عنها لكن سلعة طرفية لابد إن انت تعيد النظر مرة أخرى فيه ترتيب أولوياتك بالنسبة طبعا بنوك المركزية سواء على مستوى مصر أو كتير من اقتصادات الناشئة أكيد هيبقى فيه تحرك لرفع أسعار الفايدة خلال الفترة القادمة لأنه كمان يمكن حتى في ملف الفايدة دوت لما بنيجي نتكلم فيه بنبقى يعني إنجاز التعامل ما بيننا رين طيب إحنا هنرفع أسعار الفايدة فإحنا هنبقى بنعوق الاستثمار وهيبقى تكلفة الاقتراد عالية وفي نفس الوقت طبعا عاوز أرفع الفايدة علشان أقدر أن أنا أسحب جزء من السيول لو أقلل معادلات التضخم المشكلة كمان أننا مش بنتحدث عن تخضم التضخم فقط ولكن فكرة الركود التضخمي وده يمكن الأزمة الأكبر مش بنا نتحدث عن ارتفاع في معادلات التضخم لكن هناك حالة من حالة الركود كمان مع ارتفاع أسعار الطاقة مشاكل الشحن الإمدادة والترويب دي حالة فريدة دكتور إنه يحصل ركود وتضخم في نفس الوقت فده بيبقى وضع صعب جدا دكتور أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد كان ضيفي الكريم اشتركوا في القناة